ربما قد شاهدت فيديو في اليوتيوب عن كارت مستعمل وظهر أن آداءه جيد وسعره مغري وحاولت أن تشتريه لكن في الأخير تم النصب عليك والحين أنت في حيرة مع نفسك السلام عليكم في هذا الفيديو سأحاول أجاوب عن سؤال يطرحه الكثير من الناس وهو لماذا الكروت المستعملة في الوقت الحالي تعتبر سيئة وفيها مخاطرة كبيرة وكي أجيب على هذا السؤال سأوريكم بعض الكروت المستعملة والمنتشرة كثيرا في الوقت الحالي ونبدأ مع كارت لـ RX 1800 XT من XFX وهي من أكثر الشركات انتشارا والكثير يشتكي منها أيضا صاحب الكارت يقول أنه اشتراه قبل شهر لكن البائع طلب منها أن ينقص الكلوك حتى يشتغل الكارت بشكل جيد وبعد فترة قصيرة توقف الكارت وصار يعطي شاشة سوداء ففتحتها تاليا وكما يظهر فهي تحتوي على منصق الضامة ويمكن معرفة أنها مفتوحة من نوع الثرم الباد المستعمل الذي لا يشبه لونه الأصلي الذي يأتي مع الكارت وفي الداخل كما كان متوقع تم تسخينها ويوجد أعطاء الفلاكس على جوانب القلب وأظن أن هذا العمل تم محليا والسبب أني رأيت كثير من هذه الكارت قد صلحت في الخارج لكن نوعية الفلاكس المستعملة تكون مختلفة وكذلك يكون ثرم الباد موضوع بشكل جيد عكس هذه الكارت الذي واضح أنه تم العبت فيها وهذا الشيء الذي ترونه من أحد الأسباب الذي يجعل الكارت المستعملة سيئة فهذه الكارت تأتي على أساس جديدة لكن قد يتم العمل فيها هنا محليا أو في الخارج ولاعظ أن شركة أكسا فاكس هي من صلحت هذه الكارت وقامت ببيعها على أساس معادة التصنيع والشيء الذي جعلني أتأكد من هذا هو أني وجدت الكثير من هذه الكارت تم تغيير بيرام لا علاقة لها بالمشكلة والسبب أنهم لم يعرف الترتيب الخاص بها وهذا الشيء مستحيل أن يكون من الشركة الأم التي لديها معدات مخططات أفضل من أي مصلح موجود والأرجح أن هذه الكروت قد تكون قد أرجعت بسبب مشاكل فيها وتم شراؤها من قبل أشخاص وبيعها خارج البلد الخاصة بهم لتجنب المشاكل القانونية وعلى كل حال بعد تغيير الفيرام ظهرت الصورة بشكل عادي لكن بدأت تظهر أرتيفاكت وهي نفسها التي تكلم البائع عنها وطلب من صاحب الكارت انقص الكلوك كي تعمل والسبب هذه الأرتيفاكت هو القلب ولسه كما يشاعند الكثيرين أنها من الفيرام وللأسف لا يمكن بيع أي شيء للكارت وذاني كارت هي الـ RX 5700 XT من صويو وهذه الكارت كذلك انتشرت في فترة معينة وهي من الكروت التي تم إعادة تصنيعها بالكامل وهذا واضح من آثار التسخين عليها وكذلك اختلاف تاريخ إنتاج الفيرام وكروت الـ RX 5000 لديها نسبة عالية جدا لمشاكل القلب لهذا أصبحت أطالب بثمن تصليح إذا كان المشكل لديها علاقة بالقلب لأنه من الصعب وضع يوم كامل عليها وفي الآخير أجد نفسي خساة الموارد والمال عليها بلا فائدة وهذه الكارت احتجت فيها لنزع كل الفيرام والقلب والسبب أن اختبال الفيرام لا يعمل عليها عندما تكون بعض الفيرام بها انكسارات ويمكن ملاحظة أن هذه الفيرام يوجد عليها الكثير من الأرجل المنكسرة والسبب ليس بسبب السقوط أو الضرر خارجي بل السبب هو استعمال شرائح فيرا متأكلة بسبب طريقة تنظيف سيئة لها وهذا الشيء آخر يجعل هذه الكروض سيئة التسخين المبالغ عليها والقطع المهترئ المستعملة بالإضافة للتبريد الخرد الموجود عليها يجعلها اختيار سيء جدا للأسف وبالعودة للكرت فقط جربتها بعد الانتهاء وظهرت الصورة بشكل عادي لكن إذا كان المشكل من القلب فهناك احتمال كبير أن يعود المشكل مرة أخرى لهذا كما أخبرتكم طلبت من صاحب الكرت دفع ثمان تصليح مما كانت النتيجة وهذه كرت أخرى كذلك من أكسافاكس وهي الـ RX 7700 XT وواضح جدا أن ملصق الضمان ليس أصلي وعند فتحيها ظهر أن حالة الثرم الفات سيئة جدا والسبب هو عدم تغييره بطريقة سليمة وهذه الكرت كان فيها مشكل في أحد الـ Diarmus منعها من الاشتغال وعندما يكون الـ Diarmus الموجود في الوسط هو سبب مشكل ففي الغالي فالحرارة هي التي عضلت ومن هذه الحالة يمكن أن نرى شيء منتشر في الكروط المستعمله وهو عدم استعمال ثرم البات جيد أو عدم استعماله كليا وهناك كرت أخرى أريد أن أظهرها وهي الـ RX 5700 XT وقد عملت حسب كرام صاحبها لسنتين ثم بدأت تظهر خطوط على الشاشة أو شاشة سوداء عشوائيا ففتحت الكرت تاليا ويمكن أن نرى بشكل جيد أن المعجون الحراري يوجد فيه فراغات كبيرة أي أن القلب لم يكن يلامس المبرد وكي أوضح لكم الأمر أكثر فقد قمت بوضع كمية صغيرة من المعجون الحراري في الوسط وأغلقت الكرت وفتحتها وواضح جدا أن المعجون الحراري لم يتوزع بشكل جيد وكي أثبت هذا أكثر فقد نزعت ثرم البات وأغلقت الكرت وفتحتها مرة أخرى ويمكن بوضوح أن نرى أن المعجون الحراري توزع بشكل أفضل هذه المرة والسبب هذا هو استعمال ثرم البات بسنك كبير والمفروض استعمال واحد بحجم 1.5 ميليماث ولا أعرف إن كان صاحب الكرت استعمالها بهذا الشكل سنتين فهذا يعتبر تعديب للكرت وبما أن المشكلة كانت عبارة عن خطوط في الشاشة ففي الغالب فالقلب قد ودى وعلى كل حال أصرع صاحب الكرت على القيام بالريبال للقلب فوافقت بشرط أن يدفع ثمن التصليح مهما كانت النتيجة لاحقا وبعد القيام بهذه العملية ظهرت الصورة بشكل عادي وكانت النتائج جيدة لكن كما قلت سابقا ففي الغالب ستعمل الكرت لفترة وتتوقف مرة أخرى ومن كل أسباب التي تكلمت عنها اليوم من مصدر كروت الغير جيد إلى طريقة الاستعمال الخاطئة والنصب فهناك سبب آخر وهو الأسوأ من كل هذا وهو عدم تطوير الآذاء بين جيل وآخر فلو كانت هناك قفزة جيدة للجيل الحالي سنرى انخفاض كبير في أسعار كروت الارتيكس 4 وبمعنى آخر ستضطر الشركات لتخفيض الأسعار لبيع مخزونها وأيضا سيبيع كثير من الأشخاص كروتة كي يطور إلى الجيل الجديد وهذا سيضع عدد كبير من الكروت المستعملة في السوق وستنخفض حتى أسعار الأجيال السابقة لكن للأسف في الوقت الحالي فهذا الشيء غير موجود والكثير يضطر إلى شراء كروت مستعملة من أماكن مشكوك فيها ويبقى يدور في دوامة النصب وغيرها وحتى ولو اشتريت كرت مثل GTX 1080 من مكان موثوق فلا يمكن ضمان كرت عمره عشر سنوات وبالتأكيد يوجد أمور أخرى لدينا هنا محليا مثل منع الاستيراث وهذا يزيد من نضرة الكروت وكذلك شيء مهم لن يتوفر هو ضمان ثلاث سنوات الذي فرضت الدول الأوروبية لأن لديها منظمات حماية مستهلك حقيقية عكسا وأنا لا أقول أنه يجب ابتعاد عن الكروت المستعملة لكن يجب الحضر بشكل كبير جدا خاصة في الوقت الحالي ولا يجب شراء كرت بمجرد أنك رأيت شخص في اليوتيوب أنزل كرت GTX 1080 Ti وأعجبتك بسبب أنها أرخص مثلا من الـ RTX 3060 وتقريبا نفس الآذاء لأن كرت GTX 1080 Ti التي ستجدها في الواقع ستكون مختلفة عن الشيء الذي رأيته في اليوتيوب وفي الآخر إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا بالضعيك واشتراك سلام